إن كان ما يتسرب في الأخبار صحيح عن استعجال الدين العام وضريبة القيمة المضافة فهذا أمر جلل بداية أن تجدمون في قوانينكم أو مشاريعكم ونواجهكم وتتراجعون عنها إذا كان هذا المظهر من التخبط تشوفون شكله جيد هل المظهر الحكومي بهذا الشكل بالارتجال يعكي الصورة صحيحة عن الحكومة بالتأكيد لا هناك تخبط واضح إلى غاية أمس هناك خبر صدر من أحد الصحف ولم يتم نفيه باستعجال الحكومة قانون الدين العام وضريبة القيمة المضافة ردنا على هذا الموضوع إن صح لها أكثر من وجه الأمر الأول سمعت رأينا في قاعة عبدالله السالم يوم أتى برنامج عمل الحكومة الأمر الثاني تعالوا في لجلة التحقيق في القسائم الصناعية وأنا رئيسها هدر بالأموال واعتداء على المال العام بالملايين فلوسكم فلوس الدولة تعالوا أموال منهوبة وتعلمون عنها في الخارج استردوها ليش رايحين للدين العام وضريبة القيمة المضافة وبعدين كل أبناء الشعب الكويتي يعلمون يمكن وأنتم معتقد تعلمون ولكن للتذكير ضريبة القيمة المضافة ومنو قال لكم أنتم منطبقين ضريبة على أبناء الشعب الكويتي حكومات متعاقبة اللي يمشي بسيارتها بطرق اللي أشرفت عليها الحكومة والجهات الحكومية مهترئة اللي يمشي على طرق يصلح سيارته ويدفع ضريبة سوء الإدارة الحكومية من يعالج الآن في القطاع الخاص هرباً من القطاع العام هو أيضاً ضريبة سوء الإدارة من يسكن وحق الرعاية المكفول في المجان ويدفع الأجار الشهري أيضاً يدفع ضريبة سوء الإدارة من يعلم أبناءه في المدارس الخاصة ويبتعد عن التعليم العام لرداته أيضاً هي صورة من صور ضريبة سوء الإدارة هل أنتم طبقين هذه الضريبة؟ الكل يعلم أن هذه الضرائب يدفعها أبناء الشعب الكويتي رغماً عنه لسوء الخدمات العامة فأنصح موضوع ضريبة القيمة المضافة ودينا العام ما أنتوا أرهقتوا أبناء الشعب الكويتي بهذه الضرائب الآن هذه قضايا تباعاً تأتي بفترة صيف أنا سياسي وأبناء الشعب الكويتي ينظرون لكم كسياسيين وسياسي كل خطوة له هي رسالة شلون تابعونا نفسرها أنا أتكلم الآن كمواطن كيف لنا أن نفسر هذه الرسائل هل هي محاولة متعمدة لإفشال المشهد أو لإحباط الناس أو لجس النبض الجسون نبض منه؟ نبض نه؟ أنتوا تعرفون نه؟ نحن محسوبين على جهة وحدة أنا محسوب على أبناء الشعب الكويتي متى ما رضوا رضين عليكم لكن مثل هذه التخبطات يا أخوان وأنا أقولها من قلب ناصح ترسل رسائل سيئة وغير إيجابية وتنم على أمرين أما على عدم تحمل مسؤولية أو هناك تعمد لإفشال هذا المشهد في دور الإنعقاد الأول عملنا على قوانين وأجزاها وبفترة الصيف تباعاً تأتي القضايا والرسائل القير صحيحة والقير جيدة دعوتي للحكومة كاملة أن تقرأ المشهد صحيح وأن تقيم النواب التقييم الصحيح إن كان هناك جهة محسوبين عليها فهي جهة وهو الشعب الكويتي هذه الجهة اللي أنا أنتمي لها وأنا أعبر عنها وأنتم جهاز إداري يفترض فيكم أن تراعون مصالح الناس وتعلمون وبشكل دقيق ما يرضي أبناء الشعب الكويتي السلام عليكم ورحمة الله